حكينا بقى عن الأستاذة هانيا دي ايه حكايتها؟ هانيا ست أنا قدر أقول شجاعة وجريئة طبعا لأنها بتعيش وسط مجتمع بيحكم قوي على الناس عموما وعلى أستاذ خصوصا وهي أقدمت على تجربة من وهي في منتصف العشرينات لحد سنة ما تمت ستين سنة جوزت في خلال خمس عقود من ثمانية رجال مختلفين عن بعض تماما مهمهاش الإطار الاجتماعي والناس هتبص عليها إزاي وهتحكم عليها إزاي وأقدمت على التجربة دي بقلب شجاع وجسور هي ابتدت من وهي عندها خمسة وعشرين سنة تتجوز خمسة وعشرين سنة أول تجربة ليها كان شكلها إيه؟ وأثرت عليها بعد كده إزاي في اختياراتها لأنه كلنا بنتأثر وأكيد التجارب بتأثر فينا اللي بتأثر بالحلوة واللي بتأثر بالوحش واللي بنتعلم منها واللي ممكن تكون مؤزية واللي أحيانا ممكن تكون تجربة إيجابية طلعنا بيها بحاجة طلعنا منها بحاجة بوسي دايما في أول حاجة بنعملها بغض النظر زواج أو علاقة أو أي حاجة إحنا ما نعرفش إحنا ما نعرفش إيه فهانيا في أول مرة تجوزت هي مش عارفة هي مش عارفة إيه أقدمت على التجربة بطريقة عفوية جداً واحدة تعرفت على واحد والإعجاب بقى استلطاف والاستلطاف بقى تعارف والتعارف قدى في الآخر أن هي تجوزت لو قلنا هل هانيا كانت سازجة في أول جوازة ما قدرش أقول أيوة بس قدر أقول إنها كانت ما تعرفش ما تعرفش حاجات كتير زي أول حاجة في الدنيا إنسا قلت جملة حلوة قوي إحنا ما نعرفش إحنا ما نعرفش إيه إحنا ما نعرفش إحنا ما نعرفش إحنا ما نعرفش إيه حقيقي آه دي جملة حلوة قوي حقيقي فكري كده في أول مرة تعملي أول حاجة أول مرة تقدمي برنامج كنت عارفة حاجات ومش عارفة حاجات كتير لا طبع يدنوا وتدنوا صح صح طيب خلينا نتكلم عنها بقى عن تركيبتها عن شخصيتها هانيا تمن مرات بتدور على ايه؟ كل مرة بتجرب عشان ايه؟ عشان توصل لايه؟ اعتقد هانيا بتدور على نفسها على نفسها؟ في الجوازات اللي تجوزتها هي هانيا بتدور على نفسها وبتلاقي نفسها في الونس والصحبة لانها شخص مش وحداني هي مش شخص يقدر يمشي في الدنيا لوحده وده مش معناه ان هي مثلا ما عندهاش صحاب او ما عندهاش عينة لا هي عندها بس حياتنا فيها بوكسات مقفولة لناس محددة الصديق ما بيبقاش مكان الحبيب والحبيب ما بيبقاش مكان الزميل والزوج ما بيبقاش مكان الولاد فهي كان عندها دايما مكان شاغر في حياتها اللي هو الحبيب او الزوج فكاد بتدور على نفسها من خلال العلاقات اللي هي دخلت فيها هانيا اول تجربة ليها قولنا ان هي ما كانتش لسه عارفة هي ما تعرفش ايه صغيرة شوية اه وكانت صغيرة شوية وهي دي التجربة اللي خلفت فيها ولا خلفت بعد كده لا هانيا خلفت من تاني زوج خلفت من تاني زوج اوكي واختيارها للتاني زوج كانت عارفت شوية هي مش عارفة ايه ولا كانت لسه بصي اول مرة بيبقاش عارفين احنا مش عارفين ايه فبتواجهنا حاجات مش عجبانة بتخلينا ما نكملش تاني علاقة بقى بنبتدي ندور على اللي احنا مش عايزينه فبنتفادى الغلطات الاولانية في التانية بس بنغلط غلطات جديدة من نوع تاني من نوع تاني نوع جديد بقى خالص الابتكار في الغلطات ده معروف بالزبط كده فهي تاني جوازة كانت فهمة اكتر من اول واحدة بس في نفس الوقت هي مقدرش اقول ما احسنتش الاختيار قادر اقول انها كانت مركزة في حاجات وفي حاجات تانية مش عبتهاش